لذلك نناشد الشرعية بأنها تلفت النظر إلى هذه الجبهة وهي جبهة موريس وتعرف ما هي التضعيات التي توليها أو التضعيات التي يقدمها أبناء موريس موريس عنوان الصمود الأسطوري منذ ثلاث سنوات يقاتل أبناء مديرية موريس وما حولها ميليشيا الإنقلاب وحيدين دون سنة إبان الإنقلاب تكونت مقاومة موريس ودمت وجباً وبعض المناطق التابعة لإب كتعبير عن الرفض الشعبي الواسع للميليشيا في هذه المناطق وبعد ترسيب المقاومة لصفوفها تمكنت من إسقاط معسكر الصدرين في أغسطس 2015 وانضم العديد من الضباط العسكريين لمشروع مقاومة الحوثيين وصالح تمكنت المقاومة الفتية من تحرير كامل مديرية قهطبة ودمت وجباً قبل أن تعود الميليشيا مرة أخرى بعد أشهر قليلة لتسيطر على دمت وجباً نتيجة عدم التكافؤ العسكري بين الطرفين وعدم حصول المقاومة على الدعم الكافي من الحكومة والتحالف وبقيت موريس وحيدة في مواجهة الميليشيا منذ ذلك الوقت التضحيات الجسيمة لأبناء موريس وما حولها قوبلت بإهمال تاريخي من الجميع فلا دعم عسكري أو نوجستي من قبل الحكومة ولا حتى إسناد من قبل طائرات التحالف على مواقع الميليشيا هناك استراتيجياً تعد موريس بوابة الجنوب فالمقاتلون هناك يحرصون سور الضالع من اشتياح الميليشيا ومع هذه الأهمية الاستراتيجية يظل الخدلان هو العنوان الأبرز في حكاية موريس خلال ثلاث سنوات من الصمود والمقاومة لم يطع تربة موريس أحد القيادات العسكرية أو السياسية للحكومة وكأنهم يوصلون رسالة للصامدين بأن هذا الصمود لا يعني شيئاً بالنسبة لهم بين فترة وأخرى تشن ميليشيا الحوثي والمخلوح هجمات على مواقع سيطرة المقاومة مستخدمة أحدث الأسلحة المنهوبة من الدولة ونرابط في هذه الجبال من أجل الدفاع عن الشرعية وبالتالي لا يجب أن تعاقب هذه المنطقة وأمام ذلك وبعداد عسكري محدود يصد أبطال الجيش والمقاومة الشعبية هذه الهجمات ويروون هذه التربة بدماء أبنائها الحالمين بالحرية والكرامة مؤخراً اضطرت المقاومة إلى شراء بعض الأهليات العسكرية بدعم ذاتي فيما لم تقدم الحكومة سوى تغريدة لرئيسها على تويتر تشير إلى أهمية جبهة موريس بالنسبة لجميع المناطق التي تسيطر عليها الشرعية وراء موريس اشتركوا في القناة